طيب دلوقتي نتكلم على الريفليكشن اوكي نغير القلم بتاعنا الريفليكشن بيتم ازاي من اسمه كده يعني انعكاس اشطه اخرج امسح دي رفليكشن يعني انعكاس نرجع للرسمة بتاعتنا بتاعت المثلص ناخدها كده كوبي ان شاء الله حالو لو تركت خيل ان في مراية على سنيني عنا كده لو ترك في مراية على ايه اللي انعكاس بتاع الرسمة دي هكو انشكل عامل ازاي يعني الرسمة دي كده وفي هنا كده مراية حالو هتلاقي الرسمة دي انعكست بقى تبقى تبقى القاعدة هنا وبقى المثلص كده طبعا لو هنرسمه شكل هدقه احسن ناخده كده كوبي دوبلكت نخليه هنا حالو فده كده انعكاسه احسن هزبطه بالزبط يعني ده تقيبا كده يعني بالزبط كده شكل الانعكاس بتاعه على لو اعتبرنا ان هو عنده مراية يعني اوكي طب لو اتركت المثلص ده عايزين نعمل له على الواي اكسس طبعا الحمد لله ان هو مسلص متساوي ساقين بتاعه هيكون هو هو بالزبط يعني لو جيت اخده كده كوبي دوبلكت لو حركته من اليمين للشمال هي هي نفس المنظر فمروش لازم ان انا احركه هو شكله كده بالزبط يعني اه بقي ويقطع بناشي يكون شكله كده بالزبط لو اعتبرنا يعني ان الواي اكسس ده عليه كده مراية حلو بلاش المثلص متساوي عشان خاطر الناس تشوف الموضوع بشكل ايه اه اوضح اكتر نمسح دي خلي ده على جنب نمسح ده اقول لك مسلا ايه اتخيل المثلص ده حلو لو عملنا على هيبقى بقى المثلص ده كيانه بصص على نفسه في المراية كان دي كده المراية حلو لو ترك المراية هيلي على هيبقى عمل ازاي كده 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 حلو ممكن اقول لك ا texted or why ا axis او or origin او ادي لك line اقول لك اعملي reflection عليه يعني مثل نمسح لمثلص ده كده اعمال لي reflection لده كده بالنسبة للقطر اللي هو اسمه y بتساوي x ساعتها هيطلع هنا. على عكس لو ترك عملي على على ده. شكله عامل ازاي? شكله بقى عامل كده. حلو? لو ترك عملي على على ده. يكون شكله عامل ازاي? شكله بقى عامل كده. حلو? فهو على حسب انت بتعمل بالنسبة لأيه? هيبقى الشكل معك عامل ازاي يعني? تمام? فعايزين نفقى بناخد كده شكل الميتركس بتاعته. عطول الميتركس بتاعت بتاعت ريفليكشن. شكلها هعمل ازاي? لو ترك عاملي على على إكس اكسس. تمام? ذك هاسمه اجانست الاكس اجانست الاكس اجانست الاكس اكسس انا بختص رعي راي اكس. تمام؟ ريفليكشن اجانست الاكس اكسس. اوكي? المتركس بتاع طعمنا ازاي شكلها عامل كده واحد زيرو زيرو بصفر دي تحت اوكي واحد زيرو زيرو بعد كده زيرو سالب واحد زيرو بعد كده زيرو زيرو واحد ليه السالب ده زي ما انت خمانت لما كنا بنرسل المسلس بتاعنا او اللاين مسلا اللاين كده عامل كده اوكي لو قلت لك عامل له على الاكس اكسز فهي هتفضل زي ما هي بس هينزل لتحت في النازل اللي قطعته لتحت دي كتا الواي بوزيتف قلب التحت بقت وي نيجيتف فعشان كده عندك سالب واحد حلو لو قلت لك عايزين نعمل سنمسح بقى كل حالات دي عايزين نعمل يبقى الميتريكس فات عاملنا ازاي زي ما انت خمانت اسم الله عليك سالب واحد زيرو زيرو واحد زيرو ده كده زيرو وبقى كده زيرو زيرو واحد حلو ان كده عاملنا ان كل الاكس هات بتاعتك اقلبها لسالب اكس تمام عايزين بقى ان نعمل بالنسبة للوروجين بالنسبة للوروجين يبقى ده كون الميتريكس فتاك عامل ازاي ده بتقلب كل اشارة بتاعتك اصلا يعني لو عندك هنا كده ولا خليها مسلا نقطة هنا كده دي يعكس النقطة دي ايه اللي بقى ليه هنا حلو هتبقى ده نقطة هنا كده تمام ايه كمان لو كان خليها مسلس ولا مسلس حتى مش عارف الاسم وضائر ومسلس ولا نجرب يعني هتبقى قاعدة كده اوكي لو هو مسلس كده لو جيت عاملوا يبقى المسلس عامل كده حلو كأنه جبنا مسلسات كده تمام يبقى الميتريكس بتاعته سالب واحد وسالب واحد وهنا كده واحد تحت خالص ويبقى يكون له صفار الريفليكشن اريح الحاجات هو والله العظيم عشان كده مظلوط عشان هم هيجوا في الامتحان عشان خطل الدور سهلين ايه بصراحة يعني طبعا اتمنى نطلع غلطان اتمنى الدكتور لو شفت الفيديو ده اتمنى تجيب لنا الريفليكشن عاماته بس ما اشك والله انت هشوف الفيديوهات دي بس انوي كده عملنا الريفليكشن طبعا فدي كده الميتريكس العادية تجيب تضربها في ال واي والواحد عشان خطر يطلع لك ال واي داش والواحد اوكي العادي يعني الشغل العادي بتاعك او تحط كزا نقطة جانب بعض يبقى هنا كده مثلا تبقى اكس واحد واي اتنين دي كده واي واحد وهنا كده واحد تحط كزا نقطة جانب بعض وطلعهم هنا اكس واحد اتنين داش واي اتنين داش وهكزا يعني الشغل العادي بتاعنا خالص اوكي مش ازمة اه برضو ممكن دكتور يقولك في الامتحان اعمل لي بالنسبة للاين ده بيبقى دي خصائص دكتور مطعمكش في الحتة دي معنا عشان اعتقد هيبقى وراها كم كبير من الصعوبة علينا احنا فدكتور عملا اسكب اللي هو ايه رقفة تنبينا ورقفة بالاي كوري منخفض بتاعنا فعمل لها اسكب بس ممكن الدكتور يطلب منك تعمل تعمل بالنسبة للاين لاين زي ده مسلا لاين زي ده الواي فيه بتساوي الاكس ايه الميتريكس فاعته ميتريكس فاعت اللاين ده لما الواي بتساوي الاكس شكلها عامل ازاي اهي زيرو واحد واحد زيرو والباقي صفار طبعا الواحد ده خير موجود معي اوكي ده كده الشكل بتاعها على اللاين اللي هو بيساوي بيساوي الاكس لو عملت على اللاين ده اللاين ده بيفكرك باقي عامة تانا اللاين ده بيفكرك لو تفتكر لما كنا بنرسم مسلا الدايرة كنا بنرسم تمنوا واحد في الدايرة طبعا كنا بنقعد نقرر في نقطة هنا لو هي اكس وواي لما قلبها النحية التانية هتقلب واي واي واكس صح طبعا هنا كده واي واي واكس يعني مسلا لو نقطة هنا عبارة عن خمسة واتنين هتقلب هنا اه سوري بلاش خمسة واتنين دي كده اتنين وخمسة حلو هتقلب هنا كده خمسة واتنين الواي قلبت اكس فعشان كده هتلاقي في في الميتكس دي الواي والاكس تقلبوا في العادي انت بتبقى الوحيد عندك واحد هنا واحد هنا او مسلا سالب لو عامل او لا حاجة او كي انما لأ المرة دي تقلبوا مع بعض حيو الكلام ان شاء الله حلو اه لو عندك برضو اللاين بتاعك لو هو اللاين بتساوي سالب اكس يعني اللاين كده اوكي؟ ي بتساوي سالب اكس تمام الميتريكس بعت اللاين ده لما الواي بتساوي سالب اكس بسم الله عايق زي ما انت خمنت 0 سالب واحد 0 سالب واحد 0 0 0 0 0 1 حلو دول كده الاتنين لو الواي بتساوي اكس او لو الواي بتساوي سالب اكس او مش صعبين يعني في منطق وراهم منطق سهل ان ما يتفهم يعني تمام بس وكانكم خلصنا وفاضل اخر حاجة خالص اللي هي ايه تمام